إخواني وإخواتي العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام تبقى الخير في البداية نتقدم بأحر التعازي إلى الأشقاء في لبنان العزيز بعد حادث التفجير المؤلم الذي وقع الأسبوع الماضي وانطلاقا من واجبنا القومي والإنساني وأنفاذا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة حفظه الله سارع الأردن لتسيير مستشفى ميداني وفرق إنقاذ لخدمة الأشقاء هناك وهذا هو أردننا لقيادة الهاشمية الحكيمة أردن التكافل والتراحم والتواد الذي لا تثنيه الظروف والأحوال الصعبة عن أداء واجبه تجاه أشقاءه كما هو الحال تجاه ابناءه اليوم سوف أتطرق إلى عدة مواضيع كلها تنضوي تحت عنوان واسع وهو دولة القانون التي تحمي جميع أبنائها ودولة التكافل التي تحمي الفئات الأضعف من أبنائها أولها موضوع أبنائنا المغتربين الراغبين في العودة ثانيها هو التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي نحو موظفين في القطاع العام ومساعدة منشآت القطاع الخاص على التعافي وثالثة هو استحقاقات وطنية هامة قادمة متمثلة في الإعداد لبدء العام الدراسي الجديد والإعداد أيضا للانتخابات البرلمانية القادمة وهي استحقاقات دستورية علينا السعي لإنجاحها في مواقيتها وفي ظروف وبائية قد يسعب التكاهن بها أبدأ بموضوع أبنائنا في الخارج وقد عاد حتى الآن ما يزيد عن 27 ألف من أبنائنا وستستمر الحكومة في تركيز جهودها خلال الفترة القادمة على تسريع وطيرة عودة بناتنا وابنائنا المغتربين إلى وطنهم والذي أصبح بعضهم يعانون من ظروف معيشية صعبة لعدة أسباب منها فقدانهم لوظائفهم حيث تتحمل الحكومة وبالشراكة مع صندوق همة وطن تكاليف عودة البعض منهم وخاصة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العودة وضمن معايير شفافة وواضحة ستقوم مزار الخارجية وشؤون المغتربين بالإعلان عنها وعن آلية الاستفادة منها وهذا واجب والتزام وجهنا إليه جلال السيدنا حفظه الله ونحن نعمل جاهدين لتسريع عودتهم لينعموا بدفء الوطن وليسهموا بما لديهم من خبرات مميزة في مسيرة البناء والتطوير إن شاء الله في موضوعنا الثاني نسعى إلى تعزيز مفهوم التكافل وتكريسه في مجتمعنا لذا نعلن اليوم إصدار أمر الدفاع رقم 15 الذي يتضمن التوسع في الشريحة المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي الجديدة ليشمل العاملين في القطاع العام وذلك بتمكينهم من الحصول على سلف مالية تصل 200 دينار تسدد عند التقاعد دون ترتيب أي فوائد على هذه السلفة كما يتضمن أمر الدفاع تسهيلات وإعفاءات واسعة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية غير مصددة للضمان الاجتماعي وهو ثمرت حوارات عديدة تم إجراءها خلال السابيع الماضية مع شركائنا في القطاع الخاص هذه الحزمة من التسهيلات والإعفاءات تضيف لبنى رئيسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي أثبتت أهميتها خلال أزمة كورونا في تجسيد نهج التكافل وتخفيف العبئ على القطاع الخاص يضاف ذلك إلى برامج الحماية التي يعمل عليها صندوق المعونة الوطنية وفي مقدمتها برنامج دعم العاملين بالمياومة والتي استفادت منها أكثر من 849 ألف أسرة سيضاف إليها أيضا قرابة مليون أسرة ستستفيد من دعم الخبز خلال الأسابيع المقبلة موضوعنا الثالث هو البناء على ما تم تحقيقه في دولة القانون ودولة التكافل وفي هذا السياق فأن الأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابية الذي يعبر عن أننا دولة قوية قادرة على المضي قدما بنهج الإصلاح والتحديث في ظل أحلك الظروف والتحديات فنحن بالفعل أمام استحقاق كبير إن واجبنا أن نسع جاهدين لإنجاحه وبما يليق بتاريخ ودننا العريق مع قرب دخولنا مئوية الثانية ونجدد التأكيد على أن دور الحكومة في الانتخابات يتمثل بتوفير الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب وهي الجهة المسؤولة عن إدارة جميع مفاصل هذه العملية الديمقراطية وكذلك المساهمة في التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري أما الأمر الآخر فيتعلق بالعام الدراسي المقبل الذي سيبدأ بمشيئة الله في الأول من عيلون فجهودنا تتركز حاليا على توفير متطلبات السلامة والوقاية من جائحة كورونا وتجويد آليات التعليم عن البعد من جهة أخرى لتكون شاملة لجميع الطلبة ليبقى خياراً معززاً لجهود التعليم داخل الحرم المدرسي ونود هنا أن نطمئن أولياء الأمور أننا ندرك تماماً التحديات التي واجهها الطلبة ومقدار ما فاتهم من تعلم بسبب هذه الجائحة لذا نحن أمام مسؤولية وطنية لتعويضهم وضمان حقهم الإنساني والدستوري في التعلم فأجيال الحاضر المتواجدون على مقاعد الدراسة اليوم هم صناع المستقبل وحراس الغد الأفضل نعيد ونؤكد أن العلاوة عائدة مع بداية العام لكافة موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين وهي استحقاق للجميع والحكومة ملتزمة بما تأهدت به لضمان حياة كريمة للمعلم ولموظفي القطاع العام وقد نفذنا ما التزمنا به اتجاه المعلمين في تشرين أول 2019 باستثناء ما يطلب تعديلات تشريعية في مجلس الأمة أخواني وأخواتي الدولة الأردنية دولة لكل أبناء لا تسمح لنفسها أن تستقوي على طرف ولا تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن يحتكر الحقيقة وينتقص من حقوق الآخرين وقد كان هاجسنا الرئيسي حماية حق أبنائنا في التعليم بعيدا عن التجاذبات والاستقطاب وحماية حقوق المعلم وتعزيز مكانته تلك المكانة التي نحرص عليها لقد شكلت قيم المنعة والصمود في مواجهة التحديات والتكافل والتعاضد لحماية الجميع وخصوصا الفئات الأضعف أساسا قيميا للدولة الأردنية في مراحل النشأة والبناء والازدهار كافة ومستقبلا فالعبور نحو المئوية الثانية يكمن في مضينا معا في مسار واضح نراكم الإنجازات نصحح الأخطاء نحاسب المقصرين والمعتدين على المال العام ونحقق المزيد من المنعة والازدهار الاعتماد على الذات في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة أشكركم ونطلع دائما لخدمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر